اشتركوا في القناة ها قلت ايه بقى لا حولة ولا قوة إلا بالله انا ما عملتش حاجة من غشرة عمي وهي يعني امال هتقول لنا كده منها لنفسية ما هي اكيد شارط عليه اسمع منه الكلام دي اسمع بوداني ايوه ايوه طيب ديها واحدة جدي خيلة عثمان عايز حضرتك ايوه ايوه ياسي عثمان بيه ما هي قالتلي ما انت عارف امال دي دايماً متصربعة في كل حاجة هي فين السربعة دي باس يعني اسيب الواد لما تنكفي عليه القادوس ويقعد كده من غير جواز مش انسدي ايوه ايوه ياسي عثمان بيه لا ما هو كده كده الناهد هتتجاهز على حسابي احنا كلنا عايشين من خيرك يا عمي هاضر هاضر مع الف سلامة ها صدق امال هتعدى عليكم العربيات جاهزة نفسك انت وبيتك وانت مش جايب معنا ولا ايه ماني لو روحتي معاكي انا اللي ححاسب مش امال يا راجن وساعتها يا عم حيزعل مني لا وعلى ايه خليك خليك مستريح بس المهم وانحنا راجعين معانا العفش اللي يزغل للعين نسمع الطاب للبلد اللي يوش الودان يوش الودان ربنا يكفينا شرعنان الناس قولي عالف نبسك واني اجبهولك اغلى الحرير حفرشلك به سريرك واغلى جهاز هجهزهولك انا سبق وقلت الناهد قبل كده انا متلزمنيش الحاجات دي خالص اهه واحنا عندنا كام رأفة داني ناوية اني اجيبلك كذا عربية وكذا نفر يشيلولك جهازك وتتعبي نفسك ليه طب انا لو عايز اغوز مادي هكلم التجار يجيبولي الكاتالوجات لغاية عندي انا يواختار ويبعتولي يلعفش على البيت يا خرابي عليك يا دولي انت يا خطي مترطقالنا ودانك ولا قاعدة بتسمعي السخام ده انت بتصنطي علينا يا مدام اصلحنا فلحين وفي افرحنا نحب نشيل على كتافنا كل حاجتنا وليلي بقى يا امال ناوية امتى من دلوقتي يا عمي ما نفسكش في حاجة اجبهلك إن شاء الله أطلب منك تنزلي تجيبي للدكتورة كل ما تتمنى الدكتورة إيه؟ الدكتورة السلوى هو إحنا عندنا كم دكتورة؟ كلام إيه دا يا عمي؟ كلام العقل يا أمال الله هو أنا مش واتضبطلها لسه راحة وصرفت عليها فلوس يامة لازمها كمان شوية فرش آه دا أنا فتكرت طيب وليه لأ مش جايز ربنا يقرب البعيد وأنا حعيش كم مرة طيب بدم دا قولك يبقى إحنا نتكتم بقى بس يكون في معلومك يا عمي أنا مش هقبل أبدا إن ستي تيجي لبيت دا وتبقى ستة علي هاي؟ جرى إيه يا عمال؟ مال أنا بقى إيه؟ إنتي؟ إنتي غرب البني يا أختي إنتي ستة بيتك في مصر إنما هني أنا ستة البيت طيب بس ما تزعليش قوي كده وتتنحراري لا يطقلك عرق أنا لو حبيت أجيب ستة حبنيلها قصر تبقى هي الوحيدة فيه وأنا الراجل الوحيد فيه مبسوطك؟ تعيش وتبني يا بابا بس يا رب تلاقي العروسة اللي تستاهل قولي بس يا ربي هي توفقها وأنا قديها عناية إلا قولي يا رفض نعمين يا جدي إنت ما فكرتش تتصل بالدكتورة سلوى تشوفها ما جاتش ليه؟ هو أنا أتصل بيها ليه؟ اللي عاوز يتكلمها يتصل بيها هو إنما أنا مش عايزة مش عايزة خالص كمان هاي؟ بقولك يا أمال نعم ده أنت ابنك ده قليل الأدب قوي ونقصه تربية ايوة أنا هروح أربيه عمشي بقى اللح سنتقول علي أنا كمان نقص أربية صحيح يا بابا أنت نويت جدة شبابك؟ ليه؟ هو أنا عجزتي ولا إيه؟ طب حط إيدك كده في إيدي إنما كنت تلوي هالك وطبق هالك على إيه؟ هو أنا مستغني عن إيدي حتى لو كانت إيد جوزك عاصم إنما كنت كسر هاله بعون الله بقولك يا بابا أنت هتعمل إيه لو الدكتورة سلوى مارد يتش؟ هتدور على العروسة تانية؟ عندك أعلى منها؟ الحلوين كتير؟ بس كل حلو وليتمنه بس حلوة الدكتورة مش في الشكل وبس في الشكل وفي الأخلاق يعني لو تكوزتها حتصوني النعمة وتصني لغاية ما موت وهي حترضة بكده؟ هنا بقى أعوزك أنت بقى تقف في جنبي وتساعديني واتميلي لدمغها أعيزك تفاهميها أني أنا مشتعد أدفع لها أي فلوس تعوزها بس شرط واحد ما تطلبش حق الورث بعد الكواس إذا كانت الحكاية كده ده نعناية ليك يعيني عليكي يا مرات ابني فاضل حاجة واحدة بس تقوليها الجوزك يعتبرها صفقة تصدير وغرقت في البحر هو يقدر يقول لأبو تلت التلاتة كام؟ هيل آخر شيء بقى أعوزه منك أني أنا أشكرك وأقولك أنت لو ساعدتيني في الحكاية دي قلب الموارب من ناحيتك حينفتح لك على الآخر حاسك كأني نصابة بغضع الناس بأوهان بحاجة مش حقيقية طب خلاص إهدي يا بنتي مفيش داعي منها الشغلانة دي طالما مش مرتحلة يا أستاذ عاصم أنا حاوزة أبقى دكتورة أكشف عن الناس أخفف ألمهم أوعينك يا سلوة إن أنا مش ههمت إلا ما أشوف لك مستشفى هيلة تحقق فيها كل اللي أنت عايزاني وأنا حاسب لك الموضوع دائما دي بس خليني أنا أتفق مع صاحب المستشفى عشان أجيب لها أحسن أكري مرسي مرسي أوي يا أستاذ عاصم طب يا بابا على إذنك عشان هوصل سلوة بعد كده عندي معاد مهمة قول في الهرم بنت حلال أمورة جداً قدتني معاد جنب خوفه آه هي الحكاية كده طب يا سيدي مع السلامة مع السلامة يا دكتورة مع السلامة يا ريتي أنا تكون من نصيبك بنت حلال وممكن تكون زوجة صالحة ألو أيوة يا ألفت بقولك إيه؟ الشوكة كان عندي هنا وأنا بحذرك إنك تعملي أي حاجة من اللي قالك عليها أبويا مش مسخرة يا ستة هانم بينك وبين ابن خالك ولو حصل الكلام ده بطل بقى يا عاصم واسمعني كويس أبوك بيخرف فعلاً ده طلب مني شخصياً أتوسطله عند الدكتورة سالوة عشان يتجوزها أيوة الموضوع جد فعلاً يعني طلعنا من حفرة وقعنا في مطب إيه؟ بتقول إيه؟ مادي عاوزها؟ هي إيه حكاية البنت دي؟ كل غروب بيبرا على الأحرام والخط بيزود من عمروها ويقلل من عمر اللي بيتفرج عنه تمام عشان كده بقى عايزك تغمض يعنيك عنه وتبصيه لأنا شوية اللي ما يبصش لماضيه وتزوره ما عمرو هيقدر يبلي مستقبل؟ أيوة بس لو الواحد قاعد يفكر في الماضي وتبصله عمرو ما هيعمل مستقبل زي جدي الغرباوة دايماً بيفكر في الماضي ولولا بابا وماما كان ممكن كل حاجة بدين إزاي؟ بانوا مصلع اللحوم ومزرعة المواشي في الوقت اللي كان جدي حبس نفسه في قطه مع سورة دنته ناهي اللي بيقوله ماتت عروسة أكيد ممتق هي اللي قالوا كده صح وبابا ما بينجاش وإنت صدقت وإيه اللي هيخلينا كدب أمنا؟ الممتق بالحق شخصية عظيمة زي المنطق لا يكون تكون سلبية بالشكل لك والدليل على كده إن كل حاجة الغايد دلوقتي بإسمه يعني لو بابا قد طرح أي فكرة تطويل إنه هو مش عاوزها لا يمكن يقدر يكبره عليها تجيبت الكلام بأنا؟ من أخوك رقفة لإنه رأيه مجبك حاجزة كده تماما؟ أهو رقفة ده بقى ابن جدي جدي هو اللي مربيه ومعلمه كل حاجة لدرجة إنه هو بيحس إنه هو عمي مش أخوي بس فكرة كوازه من بنت غاله عشان الأرض مش داخله بص أرض جدي وكل أملاكه اللي في الدربية تحت إيده عثمان أبو ناهي وشيء طبيعي إنه ممكن يلعب في الأوراق دي لمصلحة جوز بنتي لا لو يقدر يلعب وزور في أولاق كان عمل ده من زمان قوي نفسد مش لجوز بنتي ومين قالك إنه هو مش عامل كده النفسد؟ ده غول عامل حمل وديع قدام جدي إنه ما هو وحش بيأكل من رأس أبويا في السر وصعب جدا من حد يقدر يكشفه معك حمل اللي بينا عليها حرب بردق وعالتق بقولك إيه تعال ننزل على اليوم من زمان بابا وماما وحاتم يجوا من لفت باعتم لا لسه بادر لفت الجمل حوالين الهرم بتاخد وقت طويل بس تعرفي إن أخوكي حاتم زريف أول أه إيه رأيك عزيمو مع أنا بكرا يروح لأيس بق أنا وبابا هنروح هناك نوع داربع طيام مفتكرش يعني هو باكي طويل وباباكي ومامتك كمان ليه لأ دي أجازة مفتوحة وفرصة باباكي ومامتك اتعرفوا على جدي الغربان بصراحة ما هو اللي عايزي عزيمو بس مصدرنا أنا منع للأحراوي كلمني النهاردة مخصوص وقالي أقناعك تروحي تأمين إيه سعاد ماريكي أشكد لسا عندي دوار الدمى أه أني لسا ركبي لحد في الوقت لحد اللوقتي هاي طب ما تركيني وبتنسيتني مش راضيني يا خياما عجبك ضلع ماما يا لولا ده مقتدلع ضيبهية زي الأمر ايه شكي ليه قم believer مش يصد اسمك سلوة صدق ده حاجة غريبة فعلاً وانت اسمك حامد صح؟ من العدول لك يا مادي طب.. احنا يبقى هنكتب فكروت الدعوة الدعوة له لو مادي ولا هنكتب سنوة وحامد عادي يعني ياه.. بالسرعة دي انت نسيب بابا قال ايه؟ ايه قال ايه؟ قال لي ما تصدق يموش انت بتقولي ايه؟ هو عم دي عايل صغير عشان نقوله دي صح ودي ما صحش؟ لما يفكر يتجوز عيلا في السن دي يبقى عايل وعقله خاف اسمع ان بقولك عقل عم يوزن بلد بقولك ايه يوزن بلد يوزن ولد اني مليش دعوة اسمع يا عثمان يا اخوة احنا من التفل احنا ناخد حقنا الاول ونسيبه منه العاصر احنا ملناش حق عنده بهماله وحر يا عم ما بداله وانت ملك يا اخوة محموق عشانه كده ايوة تبقى ناوي تقلده مش عمك انت هتلغبط في الكلام وليه يا اوليه؟ هديش دماغك تعالى تعالى لا تديش دمخها ولا تديش بصلتها تعالى بقولك ايه يا اخوة يعني يرضيك ان ابن اختك الغالبان حقه يروح كده بسبب حيطة عيلة زي دي؟ ما تخفيش عم يخايف على مصلحة ترافط اكتر مني ومنك يوختي اصلك ما تعرفش واللي ما يعرفش يقول عاس الراجل يختي مش مكسوف انه يقول عاوز يتجوزها الراجل البت واكل عاقله يا ناس ايش حاج بقى لو اتجوزها يا سي عثمان يوختي ده هتاخد اللي وراه وهتكنس اللي قدامه واللي وراه ان شاء الله وهتحرم ابني ان المزرعة ان شاء الله ما تخفيش ما تخفيش اذا دوة فعلا ان يكتب عليها ما تخفيش مش هخليه يكتب لها حاجة قبل ما يكتب المزرعة باسم رقفة ارتحتي ارتحتي يا اختي ان شاء الله ما ارتحتي تشكرين امادي بيه على الفصحة الظريفة دي العافو عبدالرب وباشا انت تؤمرني حلو عبدالرب وباشا دي تتفكرني ما قبل الثورة اعمل طلبيش صحيح يا ماذي الفصحة حلوة قوي انا شخصين استمتقد بيها قوي وجنت محتاجها خالص تحت امرك يا طنط ايوان والبركة بقى في لولا عشان تعرف لو كنا الوحدينا كانت تبقى مسخة قوي ايه ده مسخة كده يا لولا عموان بقى احنا لازم نجرب مرة لوحدينا وبعد كده نبقى نقاري لا طبعا انا مهزر يا طنط الفصحة جزي العسر عموان انا ان شاء الله بكرة الصبح اعدي علم اوكي بقى خلي باباك يتكلم ويعذننا هو بالتليفون مدام جدك خايف يتكلم وحده بسيطة دي اصل حاجة لان انا اصلا بابا عمر ما رفضلي طلب وبعدين اساسا بقى دي لعبة جدي اصلا معالش يا ماجم وحاتف هيلوكو معاك يا ماما انا اعطيكو شلال معاك لا يا ماما انا اعطيكو تسيكو معاك اسكوت انتك زي ما وقت لك لان انا وباباهم مشغولين جدا عندنا جلوك ما تسمح للاس من المحادي طيب حضرتك يا طن تفكري براحتك من هيا لحد الصبح انا كده كده هعدي عليكم عشان نلحق نسافر قبل ما الدنيا تحرق تسبح عليكو انت من اهلو يا طرف باي باي عايز ابوك يروح نافل غبي غبي وحاتفضل طول عمرك غبي ازاي تعزم سلوة احنا ما صدقنا نبعيدها عن جدك يا بابا او انت عايزت تبعيدها عن جدي ليه اذا كانت ماما بنفسها هي اللي مكلماني وقالتلي عزامها هي وكل قالتها عشان جدي عايزهم هادرتك مش عايزها تروح ليه مش مهم تعرف ليه المهم ان سلوة بالذات ما تروحش هناك اتصرف اتصرف ازاي انا دلوقتي بقى اذا كنت انتصالت بيهو مع عزمتهم بس باباها قال لي ان حضرتك لازم تكلمه وتعزمه بنفسك كمان بتحرجني مع الناس يا باي ايه ادم افهم فيه ظروف وحاجات عيب اقولك عليها تمنع ان سلوة تروح لينك تاني يا بابا بس ايه العيب فيها مش عارف اقولك ايه حاجة تكسف بصراحة بابا انا انا قصدت ان انا اعزم سلوة وعائلتها كلها عشان نتعرف عليهم عشان انا ناوي يعني اخطبها لو حضرتك ما عندكش مانع يعني بجد يا ولد اه طبعا بجد جدا اه دكتورة وامورة واخلاقة حلوة بنت ناس وانا اعز ايه تاني اكتر من كده والله يا ريت يا ماتي انا شخصيا ارتحت لها جدا وما عنديش مانع اخطبها لك من ابوها بس المشكلة في جدك وامك ماما بقى مش من حقها تعترض لانها طيارت مني ناهد وجدي هيعترض ليه لو كنتش واسق انك قليل الادب ولسانك طويل كنت قلتلك لكن لكن هي فكرة كويسة وممكن خطبتك ليها تصحح اوضاع كتير مدام حضرتك موافق انا مش مهم اعرف ليه بس يعني حضرك بقى تتكرم وتتكلم عبد الرب وباشا وتعزمه من نفسك مين عبد الربو ده؟ ده ابو سلوى لول هكلمه وحضرك تتكلمه وماشي هطلع الرقم بسش مش فكرة اوكي ماذا؟ مساء الخير انا مادئ ايو ازاي حضرتك يا اه بقول لحضرك ايه؟ انا هقول لك يا اونكل بقى لان عبد الرب وباشا دي يعني غريبة شوية طيب حضرتك بابا معاك هو هيكلمك عاصم بيل غربو ده بفضل معاك مساء الخير يا ساعت بيل اهلا اهلا يا عاصم باشا او ظن كده تبقى مبلوعة يا سيد انا حبيت اشكرك على رعايتك لبنت الدكتورة سلوى واهتمامك كمان لما ابن حت امتهى يا دي الفضايا حد قالوكوا ان انا تهد معقولة ده شرف عظيم لي ان اتعرف على عيل عريقة زي عيلة الغرباوي لا لا يا باشا ما عنديش مانع ابدا ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ اه طبعا بس الحقيقة عندي ظروف كده يمكن تبقى بكرة اه لا في مركب ايطالي جايبة بضايا عليا حتنزل في المينة اسكندرية والمفروضة بقى هناك على العموم انا لو خلصت بدريا حالحقكم على عزبة اه طبعا ممكن اوي نتعاون مع بعض انا ممكن اصدرلك جميع اللحوم بتاعتك لاوروبا اه اه اوكي يا عاصمبي حنتقابل قريب ان شاء الله مع السلامة ياه وقعت قلبي في رجلية اعملوا حسابكم انتو التلاتة هتروحوا بكرة العزبة للغرباوي وفاهم ابنك السازك ده ان اسمي عبدربو هاوي يا جماعة تبفردوا حد شاف البطاقة بتاعتي لا اسمي بهجد يا سيدي ما تاخدش معاك اوراق خالص بابا انا عايز ارفعن حاجة انت زاي بتجيب القدرة انك تجدب السوق سوري بابا واضح ان ابو سلوى ليه معارف كتير اوي في اوروبا طبعا يا بابا مش كان عنده مكتب استردد وصدير هناك من زمانه بس اول مرة تختار البيت الصح يا ماتي بجد يا بابا يعني راضي عني ومتفائل جدا وحسس ان البيت دي هتخلق منك انسان تاني خالص بدليل انك اول ما عرفتها بتديد تهتم بشغلك بصراحة بابا انا حبيتها وانا حجاوزها لك يا ولد لانها تستاهل تدخل عائلة الغربة هون ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 كميلا غوالا كامي اشتركوا في القناة طبعاً انت متضايق من الهزار اللي كان بيهزاره معاك مادي ونت بتتكلمه عن الفن صح؟ مادي مين بس الحزعل منه مادي ده بني قدم وست ميت بني قدم حاولت اتعرف عليها علشان يحصل ما بيني وما بين اي حد هارموني علشان اعرف عداته تقاليد مصر اكتر لكن في الاخر اكتشفت ان انا من كوكب تاني ادخل مساء الخير يا ولانا اتفضل ايه ده يا حبيبي انتو لسه ما نمتوش نحمل ايه بقى؟ بندردش مع بعض شوية قصة الاستسحاتي مش عارف ينسجن مع حياته هنا في مصر والله ولا انا بس نعمل ايه بقى بنتي؟ خلاص ما نقدرش نرجع انجلترا تاني يبقى لازم نتأخلم مع حياتنا هنا هوا ايه يا ماما بس انا ازهقت او اللف الشعور اعمل غير هدف ايه حبيبي كل الحكاية ان انت بتفتخد اصحابك وفي نفس الوقت معرفتش تعمل صداقات في يديدك مع ان الشعب المصري ده هو اسرع شعب ممكن تصحبه زي ما بيقوله شعب يعيش عليك هوك كده يا مامي مستعجل على كل حاجة ايه مستعجل على كل حاجة زي ما انا دلوقتي مستعجل ان انا اخش نامه محدش دامد مدي المجنون حيجي الصبح ازا حين الساعة كامل جودناي جودناي التسبع على خير يا حبيبي اه اه حسن جسمي كله مكسن على فكرة الجميل شكله مش طبيعي خالص النهار ده مش عارفة ليه والله هي الان عليك يا حبيبتي حسن انتي لو ما كنتيش بنت بهجة كنت يمكن عاشت حياة تانية مستخرة اكتر من كده كنتي قابلتي شاب جميل زي ما دي كده هو توجه وستين وعشت معاه في سعادة طول عمرك ويمكن كنتي اخدتي اكتر من المراس اللي كنتي هتورسي عن امك لا يا مامي لا مدي صعب صعب اوي ما يفعش ليه يا حبيبتي ده شاب كويس اوي وانا حاس ان هو بيحبك وحيسعدك لا يا مامي مش عارفة يعني بحس ان هو عيل صغير كده بالزبط بالزبط زي اخوي حاتم طيبته طيقائيته ساذكته لا يا شيخة لا ما ظنش لا على كل حال يا بنتي ده الموضوع ده يرجعلك انتي بس برضو فكري مش عارفة عندي احساس كده هوت ان هو ممكن يخطوبك من ابوك ازاي ما عارفتي المهم انا يعني كنت جاي اسألك عن يعني عن فريالي الشغالة ايه ماما انتي بتشكي منها في حاجة ولا ايه انا سامعيك يتكلم يعني يا حبيبتي الشغالة دي عاشت معاكي ان هو لما كنت عايشة لوحدك وبعدين احنا لما جينا مشيت ورجعت ومشيت ورجعت من غير ايه تبرير منطقي للحكاية دي وبعدين مش عارفة كده بحس بطريقة ابوكي في معاملتها حاجة كده بتنرفيزني من جواي مش عارفة ايه الحكاية بالظبط وليلي يا حبيبتي هو انتي تعرفي عنها ايه بالظبط ولا حاجة يا ماما يعني ست مسكينة وظروفها صعبة بس ايوه حبيبتي انا عارفة ان ظروفها صعبة مصدقها بس للقاسب بقى مش مصدقة ابوكي مش عارفة حاسة كده كأنه كأنه يعرفها من مدة طويل قوي وانه بيخاف منها وفي نفس الوقت بيكرهها مش عارفة مش عارفة عايزة افهم ايه الحكاية بالظبط هو كل ما في الامر ان بابا له جميل في رقبة بابا وطبعا بابا حاسس بالزنب ما بين ظروفنا ما بين الدين اللي فرقبته دين؟ ايوه يا ماما بابا هساعده في المصاريف ايام الجامعة لحد ما تخرج وتوظف كمان وشيء طبيعي يعني بابا يعتبره جميل فرقبته جميل؟ وأبوكي بقى من نوع اللي يشيل الجميل طول السنين دي؟ لا حبيبتي مش بهجت قصدك ايه ماما؟ ما هو يعني حاجة غير كده تبقى مستحيل؟ والله يا بنتي انا ما بقيت عارفة ايه الحقيقي وايه المستحيل المهمة تصبح على خير ايدي انتي هتنمي هنا؟ على طول عندك مانع؟ لا طبعا ده شيء يساعدني بس هيدعس بابا جدا ما أنا لازم اعرف اخرتها ايه وباذن الله من هنا للصبح ارسيلي على برا un Hello صباح خير ازهbold یلا انا واقفت تحت هاااا السواقق الخصوصي بتاع ساقاتك طبعا وارف استنيك ايه؟ لا نص ساعه كتير هتطلع ولا بعد لك حدم؟ الكليه خلص حاجته.. طيب انا جاي طيب يلا يلا سيذا ما اهلا يا موسيقى انت عاكب بيه ننور يا بيه مانورة اسمك ايه عمران يا بيه خد يا عم عمران خلي بالك من عربيتي اه من عناي يا بيه وفجولي التبتورة ما تتعبت روحها انا هنطلع الناسل الشنط انت ايه برودك ده مالوش نحية انت فيه يا بنت مالك ام جهز حاجاتك احنا هنقض هناك اربع تيام ويمكن اسبوع كمان اسبوع طب انت شايف الهند راجل صغيرة دي لي فيها حاجات تكافيني لمدة شهر صباح خير صباح النور اهلا يا مدي تفضل هاي حاتم هاوريو فاين اتعادل هم تشرب ايه مدي اه لو لازم يبقى نسكافيب لك اوكي مام بتعمل بحلو قوي خمس داوة يبقى عندك عن قزني خمس داوة يبقى نسكافيب لو ايه هافا سيت تانكيو ايه يا حاتم شايفك مش مخصوط بالرحلة انا ام فري انترستنج انا عمري ما شفت اه اسمو انتو بتسمو الكانتري عندوكو بسمو الريف هي دي بالزبط انا عمري ما شفت الريف المصري خالص ففرصة ان انا اشوفه اهم المالك انا عادي بش حاجة على فكرة لو اللي بتقول عليك ممل بس انا بقى شايفك ممتع لو بطلت الملد ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ده ظهر مش كده؟ انا خلاص ما بقيتش فاهم حاجة توقصودي ايه يا سعاد افهمها بالطريقة اللي تعجبك انا نهاية حياتي معاك يوم ما رجع سلوى الاهلاعة ايه؟ مستحيل انت طلبت طلاق يا سعاد والله حتى لو ما حصلتش عليه الحكاية بالنسبة لي سيانة المهم ده قراري النهائي كانت اول حاجة بيننا سلوى واخر حاجة في حياتنا برضو سلوى ما هو اكيد بي سبب؟ حياتي كلها سبب حياتي معاك لا لها معنى ولا طعم ولا لون ولا اي حاجة خالص هو ايه المطلوب مني دلوقتي؟ ملكش دعو بي خالص تسيبني في حالي تسيبني اصرف زي ما انا عايزة موافق بس توعديني توعديني انك ما تسيبنيش لحد ما رجع حق سلوى من الغربة ويني طبعا عايز تطمن على الكنز الجديد بعد ما صرفت فلوسي كلها وضيعتها تهمتيني غلط لاني عارف ان حق سلوى مش هيرجع من عبد الغربة وبالسهولة اللي انت متخيلها ربنا هيسهلها عشان يرحمني انا المهم انا هسافر مع سلوى وان شاء الله هرجع من غيرها بعد ما اكون سلمتها لجدها سعاد انت كده هتبوازي كل حاجة لان انت كمان مش فاهمة اي حاجة اللي انا فاهمها انك تطلع ترحب بمادي وتدور على اي حجة عشان انت مش مسافر معانا وانت طبعا مش هتغلب وانا هروح عمل نسكة فيه خد يا حبيبتي خلي دول معاك ايه دول يا ماما؟ شاهد الفنادك الاصليه مؤهلك الدراسي باسم العيلة مش باللقبه بس والبطاعة العقلية بتاعت ابوك معنى ايه تكلمتها؟ مهلشي حبيبتي مهلشي بعدين هتعرفي يلا يلا عمليلي كامر اهلا 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 يا ماجي اهلا يومكي اهلا يومكي اهلا يومكي اهلا يومكي اهلا يومكي شوفي مادي انا عايزك تدي البابا سولة الفاكس ده ده من شركة توزيع اغذية في فرنسا واو ده عرض اسعار عرض اسعار خاص بشركات لحوم الغرباوي وفيه كل الاسعار ادي البابا لو وافق على الاسعار دي تبعت لهم فاكس بانه موافق وانا هعرف بعد كده منهم الكميات المطلوبة سوبر يا اومكي ده انا لسه مكلمك مبارح بالليل يا ابن العالم كله بقى قرية بضايع صغيرة والناس دي بتصق فيها جدا بمجرد ما بعدت لهم مبارح ردوا علي الصبح طب ازاي يا بابا وامتى وإحنا كنا فيه ايه الغرابة في ده يا لول الفاكسو موجود عندي وارقام شركات اوروبا كلها موجود عندي تبقى فين المشكلة بيرفكت يا اومكي بابا هيمسك فيك بأيدي وسنعم على فكرة انا عارف ان الصفقة دي اربحها هيلة جدا ولازم بابا يعرف كمان انهم اكرمو عشاني بابا بيزمس مان ما حصلش اه بالمناسبة يا ماجي اعتذر لبابا على اني مش حقدر اروح اشوفه لدي مشغول شوية اليومين دول واقول له طبعا ان انا بتشوق لرؤيا وده هيحصل قريب قوي على مهلك يا عم كفاية كده ماتكيش دعوه بيه ماتدسليش وانا باكم لا اله الا الله كفاية كده بطنك هتوجع وانا متعود يوم كل يوم اكتب الشكل ده ما تسيبيني فعالي شايفاني كل يوم بحشر يعني بقول لك اه اخد اشرب الشاي وبعدين اعمل لك حاجة حلشة عشان تمسك بطنك رساعدت على تحكماتك يا بنت اخويا يا جدي ماما خايفة عليك يا جدي انا مش بنت اخويا لازم تخاف عليي طبعا يا يا اخوي بكرة تجيلك اللي تخاف عليك وتريحني اه او زياد التمخلح باعي مكفياك بقى يا ماما ولا انت يعني غوية عكناها عالصبح كده صباح الخير يا بابا اهلا اهلا صباح الخير يا امامي صباح النور يا اختي عالي كلي اماميك اللي اتفقنا عليه خبر هايل يا بابا سلوة حتيجي النهار ده هيا ومامتها وباباها واخوها ويمين الله بيتكلمي جد امامي هوا انا اهديلي بال غير لما خليت عاصم يروح يعزمهم بنفسه يعني جايين النهار ده لو مش مصدقني كلها ساعة ولا اتنين ولا تلاتة وتلاقيهم قصاد عينك ها لي الحلوة بقى ولا لا يهو ما اصنع الحلويات بحاله بقولك يا امال النهار ده ان شاء الله ينديبح حجل ولا خرفين ما تحملش هم ضيوفك بصيرة سلوة وإلا مش هيحصل لك طيب آه يا رقفة أصل سلوة حتبقى ستة البيت الجديدة اتطميني يا تانت اتطميني يا جدي أما تيجي إن شاء الله هبقى قولها يا ستي ما قولي تتجوز جدي قولها يا ستي على طول طيب بس ما تعطيعش جايز ما يوافقوش ده مين ده؟ ده لما يجوا ويشوفوا العز والفخفخة دي كلها مش ممكن أبداً يرفضوا انت يا وليا انت أنا عايز أفهم يعني انت بتكديني ولا بتكدي نفسك؟ أنا ما بحبش خناقات الحريم اتلمنتوا الاتنين أحسن لكم ولا يا رقفة بيه أيوة جدي خدني معاك الجنينة حاضر وانت أمال اعمل القهوة وبعتها لي برة حالة جديدة سلوة خدني معاك تعال يا وليا يا اللي اسمك ألفت انتي اسمعيني أني أصلا ألعبك دي ما تخلش علي عشان أني عجناكي وخبزاكي ياي إذ كنام الفلاحي ده فلاحي ملاحي دي مش قضيتي أني دلوقتي بقولك يا ملسان معبوج كلميني عيدل يا وليا الجوازة دي مصيبة وهتحلة على دماغنا مش معنى أنت يعني اللي فرحانة يحت ومزقطتها قوي كده عشان أنا اللي خد باله وهو اللي طلب مني ده بيت يا بوسيني قومي يا أختي عشان أنا مش عاوزة هزاق أمك قدامك قومي قومي يا بيت خرجي برا يا وليا فهمي الجوازة دي مصيبة مصيبة كبيرة هتحل على روسنا كلتنا ألا مش معنى أنت يعني راسك اللي مش هتطبل عليها عليها الريشة عشان أنا حموت وأشوف الحج كده عريس قدامي إن شاء الله تموت يا رب خدها يا رب عشان أرتاح منها لا واكتب الله واكتب الله فيه سر في الحكاية وأني مش هسمحلك أبدا أنك تدحكي الناس على سيد البلد والعيلة الكبيرة اللي انت منه طب خاد طب خد انت